التوقيت المهم جدا نهارده الصبح منتخب مصر لكرة اليد خسر امام فرنسا تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي بطولة اللعبة في دورة الالعاب الولمبية في توكي ومنتخب مصر هيواجه يوم السبت ان شاء الله اسبانيا اللي خسرت من الدنمارك في السيمفينال هيبقى ان شاء الله السبت مصر واسبانيا على البرونزية وفرنسا والدنمارك على الزهبية لكن هذا الاداء الرائع للمنتخب الوطني في البطولة اهتمام الناس كلها به استحق او حظي هذا الفريق بتشريف رائع واشادة على قمة المستوى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يكتب بنفسه تويتا يشيد فيها باداء المنتخب يبلأ هذا الفريق حاز ميدالية الاستحقاق والتكريم والتقدير على ارفع مستوى كتب الرئيس تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الاداء البطولي والمشرف امام المنتخب الفرنسي في نصف نهاية اولمبياد توكيو 2020 فقد قدموا النموذج الامثل لروح القوة والاسرار حتى اخر لحظة من المباراة ان مصر تفخر بانجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وادائكم البطولي كما اؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري شكرا لكم لقد شرفتمون واسعدتمون ده على حسابه الشخصي رئيس الجمهورية الرئيسة عفتاح السيسي ده يدل ايه على تفاعل هذه القيادة مع الاحداث المهمة اللي حقيقي ليه علاقة بصورة مصر هو يرى ان اعمل اللي عليك حتى له خصرات ايوه بس انت قدمت النموذج المحترم الذي يقدم الكفاح المصري الرياضي في ارقى صوره فتستحق التعنيئة حتى لو لم تبلغ وهذا هو جوهر المثاق الالومبي ايوه جوهر صراع الالومبي فلسفة التنافسية الالومبية عليك بدل غاية الجهد وليس عليك ادراك النجاح يكفيك شرف المحاولة اذا كنت وده اللي عملوا الرئيس معهم في طولة العالم لما في الدور التمانية هو متابع واضح للرياضة ومطابع لهذا الفريق ويرى ان الناس بتعمل اللي تقدر عليه النموذج انت دلوقتي لما تحلل لماذا هذه التهنئة لفريقات خسرة هذه المباراة بهذا ال الأداء لا الإشادة بهذا التواهم الحقيقة بتستفيد منه كل الرياضة مصرية لانه في الاخر قال لك انا ملتزم بدعم الرياضة والشباب وده من ادمى للجمل اللي ممكن تسمحها كعشق للرياضة و يعني تأمل من الشباب خيرا ايوه توفي الشباب خيرا الصورة ان المنتخب ده اولا خسر من فرقتين هم اطراف النهائي هم ابطال العالم ايوه الدنمارك وفرنسا هم المدرستين الاعرق على مستوى العالم